ممكن يتم استغلال شخص هو حريص بس مش بالقدر الكافي أنه يكون أداة لاستهداف شخص آخر يعني لو في حد مؤذي ممكن أستغل لحضرتك أن أنا أستغل تليفونك أنه يجيب لي معلومات من حتة أو يسمعني صوت بيحصل في مكان ما مش من حق أن أنا أسمعه أو أعرفه وحضرتك ما تعرفيش ويصدق استغلالك ده كمان عملية الاختراق دلوقتي الحسابات بيتم من ضمن أنواع الابتزاز يعني حد يخترق حسابك يقولك هرجعه لك بس بشارت هتسيبيه لجهاز الكمبيوتر بتاعك لمدة عشر دقايق هعمل منه حاجة هو بيخش من جهاز الكمبيوتر بتاعك يعمل منه مشكلة ويرجع لك حسابك لا إله إلا الله أنا صارت معايا أنه تم اختراق حساب تويتر والمشكلة كان مربوط بحساب الإيميل للمؤسسة للشغل من خلالها تم يعني كان فيه خوف من اختراق حسابات زملائية موضوع مرتب هدف المؤسسة وتم استغلالك لاختراق المؤسسة على نفس الشي أنا تعرضت برضو لقضية جاي كذا أسيلي فيها بشكل كبير يعني للأسف